من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أي أسلحة أمريكية لم تستخدم لمهاجمة القاعدة الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم مشيرة إلى أنها تجهل أسباب الانفجارات المدمرة التي شاهدها الموقع ويعتقد أن القوات الأوكرانية تقف وراء الانفجارات التي دوت الثلاثاء الماضي في قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 وقد أدت الانفجارات إلى تدمير ثماني طائرات ومخزونات ذخيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات